في نادي الزمالك هقولك انفراد مهم جدا انفراد مهم جدا نادي الزمالك تلقى عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري نجم خط هجوم نادي الزمالك عرض رسمي من الدور الإماراتي اسم النادي هتحفظ عليه حاليا طبقا للاتفاق مع المصدر طب العرض الرسمي بيتراوح ما بين كم بيتراوح ما بين الـ 2 مليون دولار والـ 2.5 مليون دولار 2 مليون دولار و 2 مليون و 500 ألف دولار عرض رسمي تلقى نادي الزمالك موقف نادي الزمالك ايه؟ نادي الزمالك منفتح لمناقشة العرض هيحاول يجيب اكبر قيمة اكبر قيمة مادية في اللاعب بيحط في اعتبارك ان سيف الدين الجزيري اخر 6 شهور ما خدش مستحقات من نادي الزمالك مش اخر سنة اخر 6 شهور اللاعب يحق لي انه يروح يفسخ عقده في الاتحاد ويروح فريه للدور الاماراتي بس اللاعب لحد دلوقتي انش عايز يعمل كده والناس في نادي الزمالك عارفين ان اللاعب ليه مستحقات ففيه قصة دلوقتي بتتعامل حتة ايه؟ انه هو يتنازل عن مستحقاته ونقابل الموافقة على العرض فالزمالك يستفادل لـ 2 مليون و 500 ألف دولار فده رقم كويس جدا لنادي الزمالك خلاص فمفاوضات قائمة ومستمرة وماشية في مراحل متقدمة سيف الدين الجزيري بالمناسبة هو ناقص له سنة في عقده يحقله في شهر يناير انه هو يمضي في اي نادي تبقى للي احنا عارفينه تمام؟ فده خبر حصري بقوله لحضراتكم بالفعل نادي الزمالك بالعرض مطلع بقى الناس تنفي ما تنفيش دي مش بتاعتي انا بقول لك خبر انا عارف انا جايبه لك ازاي منين في عرض رسمي موجود من الدور الامارات دلوقتي لسيف الدين الجزيري يوافق بقى نادي الزمالك ما وفقش حتة قصص طب هنصدرها للجمهور ازاي الفكرة او هنقنع الجمهور ازاي طب الجمهور ممكن يزعى سيف الدين الجزيري زي يا زيزيزو ولا لا طب ما انت لازم تعوض الجمهور برضو دي مشكلة برضو بتاعت موضوع زيزو لانا جايلكم فيه دلوقتي لكن ده خبر حبيت ان انا ابتدي به اخبار نادي الزمالك عرض اماراتي مهم جدا طيب ده سيف الدين الجزيري موضوع زيزو ايه النهاردة كان فيه جلسة في نادي الزمالك حضرها والد زيزو مع الاستاذ حسام المندوه عضو مجلس الدرق او امين صندوق نادي الزمالك في غياب الكابتن حسين لبيب اللي منتمنى له يا رب الشفاء العاجل يعني عيان شوية مريض عنده ازمة صحية رب بناش فيه عفية رب اعتقد برد يعني اعتقد دور برد اللي ماشي اليومين دول يعني رب بناش فيه الكابتن حسين لبيب من شخصيات المحترمة الجميلة يعني فما كانش موجود الكابتن حسين لبيب بسبب مرضه فحضر الكابتن او الدكتور حسين المندوه امين صندوق مع والد زيزو وزيزو اصر على حضور الجلسة دي النهاردة كانت بخصوص ايه؟ بخصوص عرض جديد من العربي القطري